تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز أرصدتها من السلع الاستراتيجية لزيادة حجم احتياطيات مصر من السلع الرئيسية عن هذا المضمون يحدثنا الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السلام عليكم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اسمحوا لي أن أوضح استراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على مستوى السلع الغذائية الأساسية وأهمية مشروع الصوامة تعتمد استراتيجية المصرية في توفير السلع الأساسية على ثلاث محاور رئيسية المحور الأول وهو توجيه سيادتك بأهمية ألا يقل الاحتياط الاستراتيجي من هذه السلع عن ستة عشر المحور الثاني وهو رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصول السلع في كافة أنحاء الجمهورية ده أدى إلى زيادة المناطق اللوجستية وسلاسل التوزيع وكذلك المنافذ التي وصلت أكثر اليوم من أربعين ألف منفذ على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ذلك لا بد من توفير الاعتمادات اللازمة لتوفير مثل هذه السلع وتفضلتم سيادتكم بتوفير واحد وثمانية من عشر مليار دولار في أواخر 2016 لرفع مستوى الاحتياط الاستراتيجي في السلع المختلف هذا الموضوع أدى إلى قدرة مصر زي ما اسمنا من عالي وزير الزراعة إلى تحمل صدمات خارجية سواء أثناء فترة كورونا أو ما نسميناه موجة التدخم بعد الكورونا أو ما نعانيه اليوم من الأزمة الروسية الأوكرانية فنجد على مستوى الأمح الذي يخدم 71 مليون مواطن في توفير 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا نجد أن النهاردة وإحنا موجودين عندنا 2.6 مليون طن من الأمح المستورة ونستهدف 5.5 مليون طن من الأمح المحلي إلى 6 مليون هيدينا 6.6 من 10 شهر إذن إحنا النهاردة ولأول مرة نقدر نتكلم مع كل الظروف العالمية الضاغطة في هذا الموضوع إن إحنا عندنا حتى نهاية يناير العام القادم كاحتياطي استراتيجي من الأمح بمعنى أكتر من 6 شهور ويصل لتسعة شهور بالنسبة لسلقة السكر تم رفع القدرات الإنتاجية من سلقة السكر ووصلنا من 2017 كان عندنا اكتفاء ذاتي 75% النهاردة بنتكلم عن 89% ل90% وإن شاء الله بعد افتتاح سيادتك للمصنع القناة في غرب غرب المينيا على الشهر القادم أو في يونيا إن شاء الله يكون هناك بإضافة هذه الخدرة الإنتاجية اكتفاء ذاتي على عام 2023 من السكر ودائما مع قلة من المساحة المنزلعة من قصب السكر بيتم زيادة المساحات من البنجر والسنة اللي فاتت بس إحنا استوردنا 200 ألف طن سكر خام بينما في 2017 استوردنا مليون طن سكر خام لماذا؟ ومستوى الاحتياطي أكتر من 6 شهور والموسم لسه ما كملش هنالعندنا لسه مايو ويونيا ونص يوليا في إنتاج السكر سواء من قصب السكر أو من البنجر بالنسبة لسنة الرزة أن مصر لديها اكتفاء ذاتي منذ الخديم الأزل في الأرزة ولكن عملية تنظيم واستمرار عملية توريد أثناء العام فلدينا تعاقدات وعندنا احتياطي يغطي أكتر من 6 أشهر وإن شاء الله موسم الرز هذا العام يبدأ في سبتمبر وبالتالي ليس لدينا أي نقص في هذه السلعة الهامة مع إضافة كذلك المكارونة على السلعة التامونية بالنسبة لسلعة الزيت هناك تحدي حقيقي في الاكتفاء الذاتي من سلعة الزيت لسبب ما نعتمد على الاستيراد الزيت الخام ولكن هناك مبادرات تم القيام بها بحيث أن نشجع أصحاب المعاصر والقدرات لإنتاج الزيت الخام على استيراد البزرة وأن نأخذ منهم زيت خام معصور في داخل جمهورية مصر العربية هذه المبادرة بقيلها لتاني سنة استطعنا أن نحقق حوالي 42% من زيت محلي ولكن من بزرة مستوردة والتاني 58% مستورد من زيت خام بالإضافة إلى المبادرة تمت مع وزارة الزراعة أن نحن بدأنا هذا العام زراعة 250 ألف فدان من فول الصوية وكذلك 100 ألف فدان من أعباد الشمس ودول يمكن أن أقولنا 10% بالإضافة لما تم عمله في هذا الموضوع ولدينا احتياطي استراتيجي حتى هذه اللحظة 5 أشهر و4 من 10 ومستمرين في فتح الاعتمادات واستيراد الزيت المطلوبة بالنسبة للحوم هناك فجوة ما بين الاستهلاك والإنتاج المحلي تقدر بحوالي 40% ولكن بيتم استعاد هذه الفجوة هناك مبادرات مع وزارة الزراعة وهناك مبادرات مع الخدمة الوطنية ولكن إحنا بنفس عيد هذه الفجوة باستيراد اللحوم المجمدة من البرازيل ودعم الشركة المصرية السودانية لتوفير اللحوم الحية من السودان ولدينا احتياطي بالنسبة للحوم الحية لمدة 16 شهر التعاقد بتاعنا مستمر مع الجانب السوداني بهذا يغطي حتى أغسطس 23 يعني العام ده والعام القادم بالنسبة للدواجن لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن في جمهورية مصر العربية ولكن في بعض الأوقات وخاصة في فترة الشتاء بيتم النقص في الإنتاج المحلي وبالتالي بيتم استعادته باستيراد الدواجن المجمدة بالنسبة للدواجن المجمدة عندنا الاحتياطي بتاعها 7 و 3 من 10 والحمد لله متوفرة وبتحاول برضو تثبت السوق مع المحلي اللي موجود وبالتالي نقدر نبصع بالنسبة للأم هو من أهم الأمور أننا عندنا 2 و 6 من 10 من المستورة حتى هذه اللحظة ومتوقع 6 و 6 من 10 من محصول هذا العام وبالتالي لدينا أعلى من 9 أشهر بالنسبة للأرز أكتر من 6 أشهر والموسم القادم يبدأ في 2022 في ستمبر بالنسبة للسكر التمويني أكتر من 6 أشهر وإن شاء الله يكون هناك اكتفاء ذاتي في العام القادم بالنسبة للزيد التمويني دعم المبادرات المحلية بحيث نزيد من الزيوت المحلية والبذور المحلية وده إن شاء الله ينمو مع وزارة الزراعة وعندنا 5 و 4 من 10 الدواجن الحية الحوم الحية 16 و 4 من 10 شهر الدواجن المجمدة 7 و 2 من 10 هناك رسالة اطمئنان وطمأنينة مع كل الظروف التي يمر بها العالم وكل الصدمات الاقتصادية التي تحدث من حولنا ولكن هناك إرادة سياسية حقيقية وتوجيه من فخمتك في أهمية الحفاظ على الاحتياط الاستراتيجي حتى يمكن استمرار الإمداد لهذه السلع الأساسية بالنسبة لأهمية مشروع الصوامة وده كان مبادرة من سيادتك في الفترة من 2014 حتى الآن زيادة الساعات التخزينية النهاردة منتكلم عن 3 و 4 من 10 مليون طن قدرة تخزينية ما كان يمكن أن نحافظ على احتياط استراتيجي 6 أشهر إلا إذا كان لدينا مثل هذه الساعات نمر اتنين وهي هامة جدا انتهاء من مفهوم الفاقد الذي كان يحدث سنويا في محصول القمح وبمنتهى البساطة الفاقد السنوي الذي كان يحدث إذا اعتبرنا أنه هو 10% مش 15% يمثل حوالي 6 مليار أو 6.5 مليار جنيه سنويا وهو قيمة المشروع حتى هذه اللحظة تكلف 7.5 مليار جنيه بمعنى ما تم توفيره في الثلاث سنين اللي فاته فاقة تكلفة المشروع الكلي طبعا هذا هدفه الأساسي الحفاظ على الأقماح الموجودة في داخل جمهورية مصر العربية لطول العام بدرجة جودة متميزة وعالية ومن ثم يمكن الاستمرار في إنتاج رغيف الخبز بجودة طول العام الواقع النهاردة اللي عندنا فيه الصوامع عندنا الشركة المصرية القبضة للصوامع لديها 2.5 مليون طب صوامع الشركة القبضة للصناعات الغذائية رمى لها من المطاحن اللي عندها وكذلك كان أحد المشروعات صوامع تبع المطاحن 600 ألف طن بالنسبة للشركة العامة للصوامع وهي معظمها الصوامع المواني عبارة عن 300 ألف طن يعني حوالي 3.4 مليون طن البانكرز اللي هي عندك تقريبا صوامع أفقية دول كانت عملوا في تطوير من الشوان السابقة وحوالي 166 ألف طن ساعة تخزينية هناك تغطية هنا منظر مصر الحمد لله كل النقاط الحامرة دي عبارة عن موقع الصوامع ومن ثم تغطية ولكن هناك مشروع مستقبلي لزيادة الساعات التخزينية في الصوامع في 3 مراحل المرحلة المشروع الأول هو عمل 60 صوامع حقلية بساعة 10 ألف طن لكل صوامع تدين 600 ألف طن ودي هيرفع كفاءة شبكة استقبال الأقماح وتوزيحها النقطة الثانية وهي مهمة جدا 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 وهي إيجاد الصوامع في مناطق الإنتاج الزراعي الجديدة ومنها تشكى واحد وتشكى اثنين وشرق العوينات والدلتة الجديدة أو مستقبل مصر وكافة وشرق وإنة والفرفرة هذه المناطق كلها فيها مستقبل جامد جدا للزراعات والنهاردة بتنتج وبالتالي لابد أن يكون لدينا الساعات التخزينية اللازمة لدينا هذه الأقماح حتى نقلل تكلفة اللوجستيات كلها وإلا هننقل ننقل ننقل ده يبقى في منطقة الصعوب بالإضافة إلى زيادة ساعات لمواقع حقيقية موجودة النهاردة بحيث يمكن أن نزود لها ساعات وبالتالي نقلل التكلفة ومن ثم تبقى 600 ألف طن يبقى عندنا حوالي واحد وثمانية من عشر مليون طن مشروعات إن شاء الله جارية الصوامع الحقلية جارية تنفيذها الآن وفي ست صوامع في اتنين منهم هيدخلوا في هذا الموسم أستاذنا حضرتك في افتتاحات الفيديو كونفرنس لبعض الصوامع مجمع صوامع ساعة 90 ألف طن مدينة الصلحية الجديدة بمحافظة الشرقية مجمع صوامع ساعة 90 ألف طن بمدينة عرب العلاقات محافظة القليوبية مجمع صوامع ساعة 90 ألف طن مجمع صوامع ساعة 60 ألف طن بمدينة بني سلامة بمحافظة الجيزة مجمع صوامع ساعة 30 ألف طن بمدينة أبو سوير محافظة الإسماعيلية مجمع صوامع ساعة 50 ألف طن مجمع صوامع ساعة 50 ألف طن مجمع صوامع ساعة 50 ألف طن